بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة ومشاهدين ومتابعين الكرام أهلا بكم معايا في حلقة جيدة من حلقات الكورس اللي بدأناها مع بعض تحليل وتصميم نظم المعلومات والنهاردة ان شاء الله هناخد مع بعض في كورس تحليل وتصميم النظم دراسة متطلبات النظام هنعمل بقى analysis requirements بتفاصيل أكتر شوية من الأول وهناخدها بقى ان شاء الله كل نقطة في المتطلبات ديت بشيء من التفصيل وهناخد أول حاجة مع بعض في شابتر 2 شابتر 2 اسمه دراسة متطلبات النظام أول حاجة هناخدها مع بعض فيه هي أنشطة تحليل النظم طيب الكورس دوت زي ما حرتك ما قلت لنا أنت ماشي فيه بمرجع معين وبريفرنس آه لكن أنا حطت فيه برضو زي ما قلت نسبة كل مرة بحط في فيديوهاتي وفي الحاجات اللي بنزلها نسبة من خلال الخبرات العملية للسوق والتشغيلية في السوق وتشوية tricks في الشغل نفسه بتتعامل إزاي يعني آه هنلتزم بالريفرنس بس ممكن نخرج برا الريفرنس شوية علشان إيه برا مرجع ده شوية علشان نحط شوية tricks اللي بتتحطي في الشغل والكلام اللي بنطبقه في أرض الواقع بنقول مع بعض ان شابتر 2 ده بيركز على إيه شابتر 2 ده بيركز على أنشطة تحليل النظم أنشطة تحليل النظم لما أخرنا مع بعض الـ iterations اللي هو الـ agile iterative تمام كده إن أنا أعمل iterations الموديل اللي هشتغل به علشان أنفس دورة حياة تطوير نظم المعلومات كان عندي هنا في مرحلة منهم اسمها مرحلة إيه اللي هي discover and understand details إن أنا عايز أعمل كشف وفهم لكل التفاصيل بتاعة السيستم بتاعي المرحلة دي هي بالضبط بالنسبة لي الـ analysis activities اللي هي أنشطة التحليل جميل جدا والمرحلة دي إن شاء الله هي اللي أنا بعمل فيها الإيه الإجراءات والخطوات دي الـ 4 خطوات دول يا جماعة أو الـ 5 دول الـ 5 خطوات دول والـ 5 إجراءات دول أو الـ 5 أنشطة دول هم الـ analysis activity أو أنشطة التحليل فين في المرحلة دي بالضبط طيب جميل جدا اللي هي مرحلة كشف وفهم التفاصيل طيب بنقول بقى هنا إيه gather detailed information جمع معلومات بالتفصيل يبقى هعمل إيه أجمع معلومات بالتفصيل وهعمل define requirements وعرف إيه هي المتطلبات بتاعة السيستم بتاعي وهعمل prioritize requirements اللي هي إيه اللي هي أعمل أولويات المتطلبات في عندي حاجة أولى من حاجة وإيه كمان؟ وهعمل develop user interface dialog الـ user interface dialog اللي هي نوافذ الواجهات النظام اللي هيتعامل معها الـ user أبدأ أعمل لها تطوير وتصميم مش تصميم لا أنا بعمل لها اللي يقاوت وهنعرف مع بعض بالتفصيل وفي الآخر بعمل evaluate requirements with users في الآخر بعمل تقييم للمتطلبات دي هتماع من؟ مع الـ user يبقى الـ chapter 2 دوت اللي هو الفاصل الثاني بتاعنا الكام حلقة الجايين هنركز على الإيه أنشطة التحليل النظم هم إيه الكام موضوع دول تعالوا نشوفهم مع بعض يبقى هنا أنا هتكلم عن إيه الأنشطة دي عشان خاطر أقدر أجمعها بصورة كويسة وأقدر للمهر حضرتك وتفهمها كويس هتكلم في كام نقطة أول نقطة هي أنشطة التحليل بشكل عام كده وهنقول إيه هي المتطلبات يعني إيه requirements وهنتكلم عن حاجة اسمها الموديلز والموديلينج يعني إيه نماذج ويعني إيه نمذجة وهنتكلم عن حاجة اسمها stackholders الاستاكهولدرز دول يا جماعة اللي هم بنسميهم المستفيدين أو المنتفعين بمين بالإيه بالسيستم بتاعي أو بمعنى تاني ساعد بنقول عليهم الأطراف الفاعلة الأطراف الفاعلة يعني إيه؟ يعني دول الأطراف اللي بتتعامل مع السيستم أو تتأثر أو تؤثر في السيستم وهنعرف إن شاء الله يعني stackholders مع بعض خلال chapter 2 ده وبعد كده بنتكلم عن تقنيات جمع المعلومات إيه بقى الinformation gathering techniques إيه هي التقنيات المستخدمة والأساليب المستخدمة في أن أنا أجمع معلومات علشان أحدد requirements بتاعتي المتطلبات بتاعة السيستم بتاعي وهنعرف مع بعض إن شاء الله توثيق سير العمل مع مخططات الأنشطة اللي هي documenting إن أنا أعمل documentation للwork flows مع activity diagrams يعني هيبقى فيه في activity diagrams حاجات تخص الwork flows أيوا هعمل documentation للwork flows بتاعتي اللي هي توثيق سير العمل بإيه؟ بالactivity diagrams بالactivity diagrams طيب حلقة النهاردة يخصها هي إيه من chapter 2؟ هناخد مع بعض النهاردة في حلقة النهاردة اللي هي أنشطة التحليل النظم في نقاط هنتكلم بس عنها في نقاط وهناخد مع بعض ما هي المتطلبات يعني إيه requirements إيه هي requirements ديت وهناخد كمان أنواع المتطلبات طيب بنقول بقى أنشطة التحليل النظم اللي هي systems analysis activities نظرة عامة عليها هنقول إيه؟ جمع معلومات مفصلة يبقى أول نشاط من أنشطة التحليل تمام كده إن أنا عشان أعمل analysis محتاج الأول أجمع معلومات مفصلة معلومات بالتفصيل وده بيكون من خلال المقابلات الinterviews والاستبيانات إن أنا بعمل استبيان ووثائق مراقبة وعمليات تجارية وبحث عن بائعين وتعليقات واكتراحات كل الوسائل اللي أقدر أجمع بيها معلومات عن السيستم بتاعي دي بستخدمها معايا في مرحلة جمع المعلومات المفصلة جمع المعلومات المفصلة بالتفصيل هنا بقى بعمل تحديد المتطلبات بعمل define requirements ديت وابدأ أعمل نمذجة المتطلبات الوظيفية في عندي حاجة اسمها إيه؟ functional requirements functional requirements احفظ الاسم ده كويس جدا functional requirements and non-functional requirements اللي هي المتطلبات الغير وظيفية بيبقى أنا في عندي functional requirements متطلبات وظيفية و non-functional requirements اللي هي المتطلبات الغير وظيفية ببدأ أعمل تحديد لكل متطلب منهم لكل ايه؟ متطلب من المتطلبات دي يبقى انا في انشطة التحليل يا جماعة اول حاجة بعملها جامع معلومات تاني حاجة بعملها تحديد المتطلبات دي هتكون ايه بعد كده بعمل تحديد للاولويات المتطلبات ببدأ اقول بقى الprioritize بتاعة requirements دي ايه يعني في عندي متطلب بيكون اساسي في متطلب اساسي لا يمكن الاستغناء عنه وفي متطلب اقل اهمية شوية منه يبقى مهم غير الاساسي ده بيبقى متطلب ايه مهم مقارنة بالمتطلب اللي هو يعني كويس ان يكون موجود يعني في متطلبات يعني هنقول من الجيد انها هتكون موجودة لكن قبل ما يكون في عندي متطلب optional متطلب زيادة حاجة زيادة على السيستم الاهم عندي ان يكون في متطلب مهم لازم احدد ايه المتطلبات المهمة ومن قبلها لازم احدد ايه المتطلبات الاساسية اللي لا يمكن البرنامج يشتغل بدونها مش كده اقول ايه طيب يبقى تالت حاجة في انشطة التحليل اللي هي بعمل ايه بحدد اولويات المتطلبات اللي انا بالفعل حددتها يعني انا هنا حددت المتطلبات ايه هي وهنا بقول اولويات المتطلبات دي ايه من الاساسي من المهم من المعقول من اللي يعتبر زيادة وهكذا ايه كمان يا جماعة بقول تطوير نوافذ واجهة المستخدم ده من ضمن الانشطة بتاعت التحليل ايه ومن ضمن الاجراءات اللي بعملها في التحليل ان انا بعمل بقى ايه ببدأ احط تصور ولي اوت لايه ببدأ احط تصور ولي اوت دي الشاشات اللي هيتعامل معها اليوزر اللي اسمها يوزر انترفيس دايالوجز يوزر انترفيس دايالوجز النوافذ اللي هتظهر لمين المربعات الحوارية اللي بتظهر لمين لليوزر لازم ابدأ اعمل لها تخيل وتصور وممكن اعملها على ليه اوت مخطط كده ايوه وممكن اعملها كتابة مفيش مشاكل المهم ان نحدد في المرحلة دي حاجة اسمها تضفق التفاعل بين المستخدم والنظام اللي هي flow of interaction between user and system يعني بيبقى عندي فيه تفاعل بين المستخدم والنظام ايوه عشان يقدر ينفذ functional requirements اللي ايه المتطلبات الوظيفية عشان تتم المتطلبات الوظيفية الوظيفية دي هيبقى فيه تفاعل ما بين اليوزر وما بين السيستم طب التفاعل اللي بين اليوزر والسيستم دوت هيتم بالنسبة لي ازاي لازم احدد هيتم ايه ازاي وببدأ احط بقى flow بتاعه التضفق بتاعه يتم ازاي يعني هتسجل مين الاول ايه الاجراء اللي هيتم الاول عشان اطلع لك التقرير اللي انت عايزه ايه الخطوات اللي هتعملها وهكذا طب ايه كمان تقييم المتطلبات مع المستخدمين بعمل بقى evaluate requirements ديت وابدأ اشوف مشاركة المستخدم وردود الفعل الفيتبات بتاعته بقى والتكيف مع التغيرات اللي تمت يعني بقى في حاجات جديدة انا حطيتها له في السيستم وبدأت اضيف options في السيستم وعملت له كمان المتطلبات بتاعته ديت في مرحلة التحليل كل ده بابدأ اقعد معهم واعمل اجتماعات مع اليوزرز اللي هستخدموا السيستم بتاعي وابدأ اشوف رأيهم ايه وايه الفيتبات بتاعتهم عن requirements ومتطلبات اللي انا حددتها والاهداف اللي انا حددتها هل عندهم اي تغيير فيها هل في تغيرات ترائد اثناء مرحلة التحليل وانا بجمع المتطلبات ديت علشان ابدأ اعمل حسابها عني فبرضو بعمل مشاركة للمستخدم وردود فعله واخد الفيتبات بتاعته عن ايه عن المتطلبات ديت اللي انا حددتها وجمعتها بكده انا عرفت الانشطة بتاعت التحليل بتاعت النظم في نقاط عرفتها ايه في نقاط ايوة يبقى انشطة التحليل النظم في نقاط كانت عبارة عن ايه بسرعة كده كانت عبارة عن جمع المعلومات مفصلة تحديد المتطلبات تحديد اولويات المتطلبات تطوير نوافذ المستخدم تقييم المتطلبات مع المستخدمين جميل جدا خلصنا النقطة دي تعالوا يا جماعة نشوف مع بعض كده ما هي المتطلبات what are requirements تعالوا مع بعض نشوف ايه هي requirements بقول لحضرتك السؤال ما هي requirements what are requirements بقول لك اول حاجة ممكن نقول عن المتطلبات دي ان هي عبارة عن الشروط او الامكانيات التي يحتاجها المستخدم اللي اليوزر بتاعي عايزها لحل مشكلة او تحقيق هدف معين نرجع مع بعض كويس او يا جماعة للحلقة اللي قلنا فيها يعني ايه تحليل ويعني ايه تصميم ويه الفرق بين التحليل والتصميم عارف لو عرفت الفرق بين التحليل والتصميم هتفهم بسهولة قوي يعني ايه متطلبات تخيل ايوة ارجع للحلقة دي بعد اذنك واسمعها وقول لي يا دكتور ياسر اسمعت الحلقة وطلعت جميلة اوه فهمت يعني ايه تحليل ويعني ايه تصميم ومن خلالها عرفت فعلا يعني ايه متطلبات يبقى المتطلبات لو رجعت للتعريف التحليل والتصميم ممكن من خلاله من خلاله مش معناه من خلاله اقول ان هي الشروط او الامكانيات اللي محتاجها المستخدم عشان يحل مشكلة معينة لتحقيق هدف معين او لتحقيق ايه هدف معين يبقى ماشي يبقى النظام بتاعي مطلوب منه يحل مشكلة معينة او تحقيق هدف معين او الشروط بقى والامكانيات دي هي المتطلبات بتاعتي طيب وايه كمان ممكن اقول ان هي الشروط او الامكانيات البرمجية التي تجعلها تجعل مين البرمجة متوافقة مع امكانيات النظام متوافقة مع ايه مع امكانيات النظام لتحقيق العقد والخصائص المتفق عليها بين المطور والمستخدم يعني انا هنا كشركة تطوير كشركة برمجيات في عقد في عقد بيني وبين اليوزر بتاعي العقد دوت يا جماعة بيتحدد فيه خصائص بنتفق عليها وامكانيات بنتفق عليها للسيستم ده يبقى السيستم دوت مطلوب منه امكانيات معينة بنتفق عليها في العقد بتاعنا ده الشروط بقى والامكانيات البرمجية اللي اتحقق لي الامكانيات ديت وتحقق لي الخصائص المتفق عليها في العقد هي دي اللي بنسميها المتطلبات طيب جميل جدا او ايه كمان او الاتنين مع بعض بس هنا بقى في المرحلة التالتة بقولك هي ممكن تكون العقد او الوثيقة يبقى ممكن تكون العقد او الوثيقة للشروط او الامكانيات اللي تحددت في البند واحد واثنين في البندين دول ايه مع بعض يبقى كده عارفنا مع بعض يعني ايه متطلبات طيب تعالوا بقى مع بعض نشوف انواع المتطلبات ايه هي الريكوارمنتس طيب يا جماعة او الريكوارمنتس انواع المتطلبات بتبقى عبارة عن ثلاث حاجات في عندي حاجة اسمها سيستم ريكوارمنتس اللي اتنين دول اسموهم سيستم ريكوارمنتس ايوة ودي الوحديها خاصة بنفسها كده اسمها دومين ريكوارمنتس اسمها ايه دومين ريكوارمنتس يعني انا بيبقى في عندي متطلبات تخص المجال نفسه الدومين اللي هنفس فيه السيستم ده ايوة ودي برضو بتتحدد وليها اسلوب معاية نحدده بيها وهنتكلم عنها وبيبقى في عندي خصائص او انا اسف متطلبات تخص السيستم نفسه متطلبات تخص مين السيستم نفسه البرنامج اللي انا بعمله او النظام اللي انا بعمله يبقى في عندي متطلبات اسمها فانشنال ريكوارمنتس اللي هي المتطلبات الوظيفية وعندي حاجة اسمها نون فانشنال ريكوارمنتس او متطلبات غير وظيفية اللي اتنين دول يخصوا مين يخصوا السيستم اما الدومين ريكوارمنتس هي ما تخصش السيستم نفسه لكن هي حاجة بتؤثر وتتأثر بالسيستم يعني بتؤثر في السيستم وتتأثر بالسيستم تمام كده وبرضو دي مهم ان انا حددها وانا بعمل تحليل للايه للنظم بتاعتي او النظام بتاعي وتعالوا نشوف الموضوع ده بالتفصيل متطلبات النظام احنا قلنا هي عبارة عن ايه اللي هي سيستم ريكوارمنتس فانشن ريكوارمنتس متطلبات وظيفية ونان فانشن ريكوارمنتس متطلبات غير ايه غير وظيفية تعالوا ناخد كده واحدة واحدة بنقول المتطلبات الوظيفية دي عبارة عن الانشطة التي يجب ان يؤديها النظام النظام ده هيعمل ايه وظيفه ايه ايه الوظائف اللي هيقوم بيها النظام بتاعي يعني استخدامات الاعمال والوظائف التي يقوم بيها المستخدمون ايوة ما هو اللي هيقوم بالمستخدمين على الجهاز على البرنامج بتاعي هي دي الوظائف اللي هيقوم بيها البرنامج بتاعي ما هو البرنامج مش هيقدي الوظائف المرجوة منه المطلوبة منه الا من خلال الانشطة او استخدام المستخدمين ليه يعني الحلات استخدام المستخدمين بتاعت المستخدمين على السستم بتاعي هي اللي هتحقق لي الوظائف بتاعت السستم يعني حلات استخدام حلات استخدام هارجع أقولي اللي اتكلمنا عنها في شابتر 1 راجع كده الحلقة بتاعت هيتعرف أنا بقول إيه هتلاقي ان شاء الله اللينك بتاع الحلقات اللي أنا ذكرتها في الحلقة دي موجود في الديسكريبشن بتاع الفيديو ده تمام تحت في المربع بتاع الوصف هتلاقي ايه الروابط بتاعت الحلقات دي يبقى دي اسمها كلها على بعضها متطلبات وظيفية وظيفية يعني في حد هيقوم بنشاط معين على البرنامج عشان يؤدي وظيفة سواء اذا كان اليوزر هيؤدي وظيفة او البرنامج هيؤدي الوظيفة المرجوة منه لذلك سميناها متطلبات ايه وظيفية functional requirements طيب امال ايه المتطلبات الغير وظيفية يعني مفيش حد هيعمل لي حاجة على البرنامج والبرنامج مش هيؤدي وظيفة معينة مش ده الموضوع اللي بحلله هنا في المتطلبات الغير وظيفية امال ايه في المتطلبات الغير وظيفية انا بحدد ايه القيود اللي هتقيدني وانا بعمل البرنامج ده وايه الاهداف اللي انا عايزها من performance انا عايز اداء البرنامج بتاعي يكون شكله ايه اهداف الاداء ايوة الperformance بتاعه وهنعرف تفاصيل الperformance دلوقتي كمان شوية المتطلبات الغير وظيفية مش مرتبطة بوظيفة هيقوم باها السystem ولا مرتبطة بوظيفة هيقوم باها اليوزر اما المتطلبات الوظيفية function requirements مرتبطة بمين بالوظيفة اللي هيقوم باها السystem والوظيفة اللي هيقوم باها اليوزر على السيتم ده نيجي بقى هنا الحاجة كمان في عندي اختصار سموه FURPS اللي هو الفاربس ايه الفاربس ده او FURPS قالك ال FURPS ده اختصار لشوية متطلبات ايه هم Functional Requirements متطلبات وظيفية ودي ال F Usability Requirements Usability Requirements اللي هي المتطلبات الخاصة بسهولة الاستخدام ازاي يخلي سهل الاستخدام طيب يبقى دي كمان متطلبات اه من ضمن متطلباتي ان البرنامج يكون سهل الاستخدام Realability Requirements Realability Requirements يعني ايه يعني انا عايز متطلبات تضمن لي الموثوقية واعتمدية على البرنامج ده البرنامج ده لدرجة قد ايه اقدر اعتمد عليه واقدر اثق فيه وفي نتائجه وفي جودته يعني لازم يكون في متطلبات تتحقق لي الريالابلتي دي اللي هي ال R طيب و ايه كمان Performance Requirements ال Performance Requirements دي اللي هي متطلبات الاداء وهنتكلم عنها دلوقتي هنعرف يعني ايه متطلبات اداء وهناخد كل واحدة من دول نعرف بتتحقق ازاي وبجيبها منين طيب و ايه كمان وال Security Requirements اللي هي متطلبات الايه الام ان انا ازاي اام من السيستم بتاعه ويبقى فيه Security ومسهل اختراقه ومسهل حد ياخد منه Data ومسهل البيانات وهي راحة وهي جاية اثناء النقل البيانات خلال الشبكة او الانترنت اقم منها ازاي اللي هو Security يبقى كده عارفنا مع بعض التصنيف ده كمان فيه انواع المتطلبات ممكن اصنفها بالطريقة دي الFURPS ايوه الFunctional Requirements الEasibility Requirements الReelability Requirements الPerformance Requirements Security Requirements تمام كده طيب تعالوا مع بعض نشوف تفاصيل كل واحدة من دول بتتم ازاي وعبارة عن ايه طيب نيجي هنا بقى نقول ايه بنقول انواع المتطلبات اللي هي الFURPS تعالوا كده نشوف التقسيمة دي معناها ايه والReference دوت ليه قسمها بالطريقة دي قالك Requirements الفئات نفسها بتاعت Requirements عبارة عن ايه اما Functional Requirements او Non-Functional Requirements اما وظيفية او غير وظيفية جميل جدا الوظيفية قلنا الFunctional Requirements دي بيبقى لها علاقة بالRules بتاعت البزنس نفسه بقواعد الشغل بقواعد العمل وبالProcesses بالعمليات اللي بتتم يبقى قواعد الشغل وقواعد العمل الوظيفية بقى هي المرتبطة بمين بالRequirements الFunctional Requirements طيب جميل قوي اللي هي الحاجات الوظيفية والعمليات نفسها اللي بتتم داخل العمل طيب يبقى دي اسمها Functional Requirements خاصة بايه بالFunctions بالوظائل الNon-Functional Requirements بقى قل لك اول حاجة Elusability Elusability ديت يعني ان انا عايز الUser Interface تبقى Ease of Use Ease of Use يعني تبقى سهلة في الاستخدام الواجهة بتاعت المستخدم يبقى استخدامها ايه سهل ما تبقى صعبة ما يبقاش عشان حضرتك تاخد منه بيانات تلف في الوزر حوالي نفسه ما يلاقيش الشاشة واضحة ويلاقي حاجات مستخبية جوه حاجات ما ينفعش ويقش في 3-4 شاشات عشان ينفذ امر او ينفذ حاجة بعملية معينة غلط يبقى لازم تكون الUser Interface سهلة الايه سهلة الاستخدام هي دي معنى كلمة اليوسابلتي طيب الريالابلتي filler rates recovery method يعني ده بيقع كل قد ايه السيستم بيقع كل قد ايه ومشاكله بتقع كل قد ايه الريت بتاع الفيلر بتاعه والسقوط بتاعه والمشاكل ان في قد ايه والrecovery methods ازاي اقدر ارجعه ازاي اقدر ارجعه الطرق اللي انا اعمل recovery system بتاعه واشجله بسهولة هل فعلا موجودة ولا مش موجودة استحضرتك لو حطتلي طرق للريكافري عالية جدا يبقى الريالابلتي عالية جدا لكن لو طرق الريكافري ضعيفة مش اقدر اقوم السيستم بسرعة وحلول المشاكل بتاعته ضعيفة يبقى الريالابلتي ضعيفة فانا مهم عندي جدا يبقى الريالابلتي عالية يبقى مهم ان الريكافري method تبقى عالية وتبقى سهلة ده لسقوط السيستم ضعيف وقلير بعد كده الperformance الكفاءة ايه الperformance ده يا جماعة بيقول لحضرتك ان ده عبارة عن وقت الاستجابة ال response time وقت الاستجابة بتاع السيستم بتاعك للأوامر اللي هو بياخدها اداء السيستم بتاعي سرعته وكفاءته قد ايه ال time اللي بيستغرقه عشان ينفذ function معينة وظيفة معينة بياخد وقت قد ايه طيب السيكوريتي بقى السيكوريتي ان انا بقول ال access controls التحكمات او ال control متحكم قد ايه في درجة الوصول للبيانات هل فعلا سهل اي حد يوصل للبيانات ويفتح السيستم ولا لا هل البيانات ده يتمعمل لها encryption ولا لا حضرتك لما بتيجي تعمل صفحة فيها login تمام كده وبعمل مكان لليوزر ID وبعمل مكان لايه لل password طيب جميل جدا هل بعد ما بيدوس ال user login ويدوس على الزرار اللي مكتوب عليه login تمام او submit جميل جدا بعد ما ال user بيدوس على الزرار ده حضرتك بتنقله لصفحة تانية هاوك بتنقله لصفحة تانية طيب البيانات ديت بتروح لفين بتروح للسيرفر عشان قاطر اعرف من قاعدة البيانات هل فعلا البيانات دي صحيحة ولا لا طيب البيانات اللي راحت للسيرفر ديت وهي رايحة للسيرفر حضرتك عمل لها encryption ولا مش عمل لها encryption مش 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 تلبس العميل بتاعك في الحيط لان البيانات دي وهي رايحة للسيرفر وهو بيكتب اليوزر نيمو الباسورد اقدر اخدهم واوصل بعد كده لقاعدة البيانات دي واقدر اعرف البيانات اللي موجودة على السيرفر ودي طريقة من طرق الهاكرز في عندي حاجة اسمها ميدل مان في عندي حاجة اسمها ايه ميدل مان الميدل مان ده بيعمل ايه قاعد مستني كل حاجة رايحة وجاية مستني زي ما يقوله السقطة واللقطة اي داتة رايحة وجاية في الشبكة بيبدأ يخدها وياخد منها صورة كابتشار عشان يقدر يخترق اي سيرفر او اي قاعد البيانات يبقى انا مهم جدا وانا بعمل الريكويرمنتز بتاعتي اللي هي النون فانشنال ريكويرمنتز احدد ايه احدد السيكوريتي اشوف انا عامل فعلا تحكم كويس في الدخول على البيانات ولا لأ وعمل انكريبشن تشفير قوي لبيانات دي ولا مش عامل تشفير قوي للبيانات دي وابدأ احدد المتطلبات بتاعت التشفير يعني ايه يعني اليوزر نيمو الباسورد هشفرهم ولا عمل لهم مثلا حاجة اسمها سوكت اي بي في عندي حاجة اسمها سوكت اي بي السوكت اي بي ده السوكت اي بي ده حضرتك بيعمل لي زي كابسولة لليوزر نيمو الباسورد في البرماجة وممكن ان انا كمان البيانات لليوزر هيسجلها نفسها لما يجي يضيف مثلا عامل جديد تمام كده في الشاشة بتاعت العمل انا ممكن اشفر البيانات دي واعمل لها انكريبشن عشان وهي رايحة للسيرفر محدش يقدر يفهم ايه البيانات دي لو خد نسخة منها طيب ايه كمان بعمل حاجة اسمها ديزاين كونسترينز ديزاين كونسترينز اه بصمم بقى الثوابت اللي عندي والقيود اللي عندي زي ايه زي الهاردوير والسوفتوير ببدأ احدد الهاردوير ان انا مطلوب عندي ايه في الهاردوير زي ما مسلا ان تجي تنزل الويندوز تين يقول لك الهاردوير الويندوز تين ايه المتطلبات الهاردوير للويندوز تين المفروض يبقى الرامات كزا والبروسيسور كزا والاجيال بتاعته كزا ويبدأ يديك مواصفات للهاردوير اللي هتنزل عليها ويندوز تين هكزا برضو السيستم بتاع سيادتك لما تيجي تعمل السيستم لازم تحدد اللي تقوم لك السيستم ده بصورة جيدة وببرفورمانس عالي يعني انا محتاج اعرف العمليات اللي هتتعامل ايه كويس وحدد الهاردوير اللي يحقق لي البرفورمانس خب بالك دول برضو ليهم علاقة وثيقة ببعض مش كده ولا ايه اه ليهم علاقة وثيقة ببعض ليه لان البرفورمانس برضو بيأثر في الهاردوير كويس جدا لو حضرتك كمان حطيت اسلوب برماجي اسلوب برماجي يستغل هاردوير كتير يبقى انت بقيت محتاج هاردوير عالي بتستخدم مخازن كتير يبقى انت محتاج رمات كتير يبقى محتاج هاردوير عالي وده هيأثر معك في البرفورمانس اه يبقى الاسلوب البرمجي مهم جدا يتحدد ومهم جدا يتعمل له اناليسيس كويس طيب ايه كمان يبقى كمان بحدد السوفت وير سابورت بيدعم ايه يعني محتاج ويندوز ايه هل بيشتغل على اي او اس ولا لا هل هيشتغل ويب ابليكيشن ولا موبايل ابليكيشن هل محتاج اندوريد ولا اي او اس ولا بيشتغل على ده وده يبقى برضي لازم احدد في المتطلبات بتاعتي ايه الهارد وير والسوفت وير ايه كمان الامبليمنتيشن التنفيذ لما باجي انفذ اه لما باجي اعمل مرحلة التنفيذ باشوف بقى الادوات اللي هعمل بها البروتوكولز اللي هستخدمها يعني لغة البرمجة ايوة لغات البرمجة اللي هشتغل عليها هتبقى عبارة عن ايه وايه البروتوكولات اللي هستخدمها في لغات البرمجة علشان اقل الاستهلاك الهارد وير وحقق اعلى بالفورماتز عشان اقل الاستهلاك الهارد وير وحقق اعلى وحقق اعلى بالفورماتز يبقى موضوع المتطلبات ده مهم او يا جماعة احنا بنشتغلش وخلاص الناس اللي بتشتغل في البرمجيات بشكل عشوائي بدون التحليل والتصميم وبدون محلل النظم بيلبسوا في الحد في الاخر وبيبقى مصرهم الفشل طيب من ضمن المتطلبات الانترفيس الانترفيس بيبقى في حاجة اسمها ايه data interchange format ايه data interchange format زيها ما هو الانترفيس دي حضرتك هتدخل فيها بيانات البيانات دي ليها ايه ليها فورمات تدخل بيه يعني عندي فيه ارقام مش كده ولا ايه اه وعندي فيه نصوص وعندي فيه حروف وعندي فيه حاجات كتير اوي فيه تواريخ فيه كمان الفورمات بتاعي هيكون تاريخ لازم احدد الكلام ده من خلال ايه الانترفيس اللي هيخش فيها الحاجات دي ابدأ احدد كل مكان ايه الفورمات اللي هتدخل جواه وبعد كده فيه حاجة اسمها physical فيه كمان حاجة اسمها physical requirements ايوة زي ايه زي size حجم البرنامج هيبقى ديه الويت بتاعه الويت اه طبعا البرنامج ده بيبقى فيه حاجة اسمها ويت وبتتقاس وهنعرف تتقاس ازاي وفيه عندي حاجة اسمها power consumption بيستخدم power ادي ايه يعني هو في الهاردوير بيستخدم power معين للسيستم اه طبعا فخب بالك انك برضو محتاج تحدد requirements من الامور ديه عشان تقول ان السيستم بتاعك كده ممتاز وايه ومثالي اخر حاجة support بيدعم ايه الانستوليشن والupdates السابورت بتاع السيستم بتاعك ده ليه requirements في الانستوليشن اه ليه requirements في الانستوليشن لازم حاجة في الانستوليشن تعمل ايه تحددها وفي التحديثات بتاعته برضو لازم من البداية خالص وانت بتعمل المتطلبات تقول ايه المتطلبات بتاعت التحديثات للايه للسيستم بتاعك طيب يبقى كده يا جماعة تعالوا نرجع الشاشة دي زي ما كانت بقى كده يبقى كده احنا عارفنا مع بعض يعني ايه functional requirements وتفاصيلها ايه وعارفنا مع بعض يعني ايه non functional requirements اللي هي ملهاش علاقة او مش مرتبطة بالوظائف اللي هي الحاجات الغير وظيفية ومعنى كل واحدة فيهم ايه وبكده وصلنا لاخر حلقتنا النهاردة وعارفنا مع بعض الحمد لله يعني ايه systems analysis activities ايه هي انشطة التحليل النظم في نقاط محددة عارفنا مع بعض يعني ايه اساس requirements وقلنا ما هي المتطلبات what are requirements وعرفنا كمان مع بعض انواع المتطلبات دي ايه وتكلمنا عن كل نوع بالتفصيل شكرا لكم وبالتوفيق ان شاء الله ويرب اكون الفيتكم النهاردة في حلقة النهاردة بموضوع جديد وموضوع مهم جدا ونكمل مع بعض على خير كورسة تحليل وتصميم نظم المعلومات وبالتوفيق للجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة